رسالة عن طيب توحيدي للشيخ أبي منصور عبد الرحمن ابن محمد ابن حسن ابن هبة الله ابن عساكرة دمشقي عن متوفى سنة 620 هجري قال الشيخ فخر الدين ابن عساكرة رحمه الله اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأثره العدوية والسفلية والعرش والكرسية والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما نميع الخلائق مطهورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخوق ولا شريك في الملد حي الأيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر وما تسقطوه من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاطى بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عدده فعلم لي ما يريد قادر على ما يشاء له الملك وله الغنى وله العزو والبقاء وله الحكم والقضاء له الأسماء لحسنة لا دافع لما أقضى لا مانع لما أعطى فعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم كل نعمة منه فضلا كل نقمة منه عدلا لا يسأل عن ما يفعل وهو يسألون ووجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمان ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن عن شأن ولا يلحقه وهما ولا يكتنفه عقبا ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل ولا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير